أهلا وسهلا بكم على قناة الحياة عجائب نتكلم اليوم عن فوائد أقراص الخميرة للعصافير والباب غاوات عرفوا معي في هذا الفيديو على كيفية وضع هذه الخميرة يمكنك أن تضع هذه الخمائر للعصافير من خلال طريقتين اثنين تابعوا معي هذا الفيديو للنهاية ولا تنسوا الاعجاب والاشتراك تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله في البداية يجب علينا جميعا أن نتعرف على فوائد أقراص الخميرة وهذه العلبة التي أمامنا تساوي بالجنيه المصري ثلاثون جنيها وتستطيع أن تشتري هذه الأقراص من خلال الصيدليات البشرية وسعرها ثلاثون جنيها مصرية أما عن فوائد أقراص الخميرة بالنسبة للعصافير فإن هذه الأقراص تعتبر من المكملات الغذائية لأنه يتواجد بها كمية عالية من الفيتامينات والبروتينات والعناصر المكملة لصحة طائر قوية تحتوي على حمض الفليك وتحتوي على فيتامين به 12 وبفيتامين به مركب وبالبروتينات بما فيها من الأحماض الأمينية الأساسية فوائد خميرة البيرة للطيور والعصافير أولاً تساعد على نمو أفراخ قوية وبصحة مثالية تساعد على نمو وإعادة البكتيريا النافعة للطيور ثالثاً لإعطاء الطيور صحة وبنية قوية وكذلك تساعد على نمو الريش احتماله بسرعة لذا فهي مناسبة للفروخ ومناسبة في حالة القلش أي في حالة تساقط الريش كما أنها تحتوي على العديد من المعادن أهمها الزنك والحديد المغنيسيوم تساعد كذلك على تخفيف الوزن عند الطائر المصاب بالسمنة عن طريق إعطائها قبل البذور بقليل إما عن طريقة وضع هذه الخمائر للعصافير والبابغوات فيتم ذلك عن طريق أمرين اثنين إما أن تضعها في الماء وإما أن تضعها في الحبوب وأن تقلبها جيداً نأتي بنصف قرص ونضعه في نصف لتر من الماء نترق هذا القرص نصف القرص حتى يتم ذوبانه بشكل كامل ونحاول أن نعطش الطيور لمدة ساعتين حتى تقبل الطيور على شرب هذا الماء ونكرر هذه العملية مرة كل أسبوعين الطريقة الثانية فنأتي بأقراص الخميرة ثم نطحنها طحناً جيداً نأتي بقرصين أو ثلاثة نطحنها جيداً ثم بعد ذلك نقلب عليها الحبوب وبهذا الشكل عندما يأتي الطائر ليأكل الحبوب فإنه سيمتص كمية كبيرة من الخمائر ونضعها كذلك في الحبوب أيضاً مرة كل أسبوعين فإنها مفيدة جداً للطيور أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم بهذا الفيديو في نهاية هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله تعالى أتركوا لنا أسئلتكم في التعليقات وسوف نرد عليكم في أسرع وقت ممكن ترجمة نانسي قنقر